بطولكم من شوية ان الفيفا كمان عمل نظام جديد لبطولة كأس العالم بداية من 2026 النظام بقى الجديد ده تعالوا نشوف اتحاق الدولة الكرد القدم اقر النظام الجديد لبطولة كأس العالم للمنتخبات بداية من النسخة القادمة 2026 لتزيد عدد المنتخبات المشاركة الى 48 منتخبا بدلا من 32 مما يعني زيادة عدد المباريات الى 104 مباراة سيتم تقسيم 48 منتخبا الى 12 مجموعة تضم كل مجموعة اربع منتخبات يتأهل منها منهم اصحاب المراكز الاولى والثاني بجانب افضل ثمن اندية في المركز الثالث بدور المجموعات تبدأ مرحلة خروج المغلوب بعد نهاية دور المجموعات بداية من دور ال32 بعد تحديد المتأهلين من دور المجموعات اوروبا هيشارك في هذه البطولة منها 16 منتخب القرى الافريقية هيشارك 9 منتخبات اسيا 8 منتخبات امريكا الجنوبية 6 منتخبات امريكا الشمالية 6 منتخبات اوكيانوس منتخبان وملحق عالمي هيبقى فيه منتخبان ايضا 9 منتخبات من القرى الافريقية ما فيهاش هزار دي يا جماعة هنلعب كسعالم يعني هنلعب كسعالم ما فيهاش هزار دي يا جماعة يعني لو لقدر الله لقدر الله يبقى احنا بنهزر كلنا 9 منتخبات افضل 9 منتخبات في القرى الافريقية المفروض هم اللي هيشاركوا في كأس العالم اللي جاي اكيد احنا من 9 يعني لو مش الاول مش التاني مش التالد مش الرابع مش التامن هنبقى التاسع وطبعا احنا مش مفهود نوصل لحد التاسع بس مفهود نشارك ان شاء الله يعني بإذن الله